السلام عليكم حبايب ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير معاكم ياسمي النازم من قناة جوري لتعليم الكروشي النهاردة هنعمل دي اطلبت مني كتير قوي اه لما بحطها في لشنة وبعرضها وكده فالطلبت مني كتير ان احنا نعملها انا شايفها سهلة وبسيطة وما كنتش عايزة عملها فيديو وعملتها فعلا من غير فيديو عشان حساها سهلة انا استخدمت فيها خط اليزا ديفا على فتلتين آآ طبعا ينفع تستخدمي فيها قطن جولد آآ ينفع تستخدمي اليزا ديفا بلوس ينفع تستخدمي اي قطن وينفع كمان تستخدميها سوف تمام تعالوا نبدأ هستخدم ابرة مقايز تلاتة مليميتر هستخدم اليزا ديفا على فتلتين اول حاجة هبتدي اعمل عقدة بداية وبعد كده هشتغل عليها عشرين سلسلة دول كده عشرين مع عقدة البداية ادي واحد وعشرين سلسلة هنبتدي نسيب اول الغرزة دي وهندخل في اللي بعديها على طول ونعمل غرزة حشو الغرزة دي هنعلمها وبعد كده هنمشي الباقي بغرزة الحشو كده انا اشتغلت تسعتاشر غرزة حشو واللي جاي اللي هي العقدة البداية دي لعشرين سلسلة هنمشي الباقي بغرزة حشو هندخل فيها هنا كده ونعمل تلاتة غرزة حشو دي واحد اتنين تلاتة وهنشتغل برضو هنا تسعتاشر غرزة حشو اشتغلت فوضل معي اخر غرزة هنا شايفينها دي هشتغل فيها اتنين غرزة حشو واحد اتنين هشيل العلامة دي وهعمل غرزة منزلق بعد كده هرتفع سلسلة اتنين وفي نفس المكان ده اللي انا عملت فيه منزلقه هشتغل فيه عمود بلفة وحط العلامة بتاعتي هنا هسيب اول واحدة وتاني واحدة وحطوها هنا وهشتغل في كل غرزة بتقابلني عمود بلفة في كل غرزة اشتغلت غرزة عمود بلفة وهنا تبقى معي الغرزتين اللي احنا كنا عابينهم تزايد برضو هنعمل في كل غرزة عمود بس اتبقى معي كده آآ اللي هي مكان غرزة المنزلقه هنشيل العلامة دي مش هنستغل مكان المنزلقه دي وهنيجي هنا في مكان العلامة ونعمل غرزة منزلقه بالشكل ده دي هنرتفع سلسلتين واحد اتنين وفي نفس المكان هنعمل عمود بلفة وهنحط العلامة وهكذا هنشتغل في كل حلقتين عمود بلفة واحد بس هنشتغل لحد ملفها كلها وهاجي هنا هاقفل بمنزلقه وارتفع سلسلتين وفي نفس المكان هنعمل عمود بلفة لحد ما اطلع بجسم المحفظة تسعة أسطر عمود بلفة كده انا ارتفعت تسعة أسطر واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة العرض بتاعهم عشرة سنتي والطول بتاعهم تمانية سنتي بعد كده الدور اللي جاي ده كله هنشتغل غرز حشو هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنا هاشتغل غرزة حشو وحط العلامة وكل الغرز اللي هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو خلصت الدور كله بغرزة حشو هشيل العلامة واعمل غرزة منزلقة واللي جاية دي هعملها منزلقة وبعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة وبالنسبة لي ده عمود ادي واحد اللي احنا فيه اتنين تلاتة اربعة خمسة والعشرين هنحط فيه علامة كده ده اول عمود معنا هندخل على الغرزة اللي بعديها على طول نعمل عمود بلفة واللي بعديها عمود بلفة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمانتاشر والعمود اللي جاية ده اللي هو اخر سلسلة معنا هنا دي التسعة عشر العشرين ده مش بنشتغل فيه بعد كده هنلف الشغل بتاعنا واول غرزة هتقابلنا هنعمل فيها منزلقة دي هنسيب اول واحدة اللي احنا خارجين منها وندخل في التانية نعمل منزلقة وهنرتفع واحد اتنين تلاتة وده هنعتبره عمود وهنشتغل اللي جاي ده عمود بلفة مدينة اشتغلت كده خمستاشر عمود واللي جاي ده سستاشر جل جاي سبعتاشر التلات سلاسل دول مش بنشتغل فوقهم عشان يبقى تناقص احنا بنعمل تناقص من هنا وتناقص من هنا كده كان معنا تسعتاشر عمود بقوا سبعتاشر عمود هنلف الشغل بتاعنا اول واحدة هنعمل فيها غرزة منزلقة وهنشتغل تلات سلاسل وهنعتبره عمود بلفة وهنشتغل في اللي بعديها عمود كده برضو الدور ده احنا هنتناقص اتنين عمود كده انا اشتغلت خمستاشر عمود وطبعا السلاسل اللي هنا دي مش بشتغل عليها تمام كده خمستاشر هنلف الشغل بتاعنا واول غرزة هنشتغلها غرزة منزلقة وهنرتفع تلات سلاسل وهنشتغل هنا تلاتاشر عمود بلفة هنشتغل لحد ما نوصل هنا وهنا برضو مش هنشتغل عليه كده انا اشتغلت تلاتاشر عمود شكرا اشتغلت لحد ما تبقى معي تسعة عمود بلفة هذه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ترجمة نانسي قنقر غرزة المنزلقة دي هاجي قابليها كده هنا هسحب الخيط واعمل اشتفاع وهاجي هنا في التلات سلاسل دول هعمل غرزة منزلقة بعد كده هنرتفع السلسلة اتنين تلاتة وهنروح للفراغ اللي هنا ده شايفينه هنعمل غرزة حشو بعد كده سلسلة اتنين تلاتة للفراغ اللي جاي ده برضو هنعمل غرزة سلسلة اتنين تلاتة هنعمل هنا في الفراغ ده غرزة حشو واحد اتنين تلاتة هنا واحد اتنين تلاتة وهنعمل هنا غرزة حشو كده احنا کونا كم فراغ قدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده هنرتفع واحد اتنين تلاتة وهنسيب عمود وهنسيب غرزة وندخل في الغرزة اللي بعدها نسيب واحدة builds 1 ونعمل غرزة حشو واحد اتنين ثلاتة وسنسيب غرزة Nurse وهنسيب غرزة واللي عليها غرزة حشو اشتركوا في القناة حبيبي انا وصلت الاخر ثلاث سلاسل هعمل هنا بقى غرزة منزلجة بعد كده هنلف الشغل بتاعنا وهندخل في اول فراغ هنا من قوة من ثلاث سلاسل وهنعمل غرزة منزلجة بعد كده هنرتفع سلسلة اثنين تلاتة وهندخل على الفراغ اللي بعده نعمل غرزة حشو احنا لما خلصنا كان معينا اربعتاشر فاربعتاشر فراغ عشق خمسة هنا وخمسة هنا واربعة هنا بعد كده هنرتفع سلسلة اثنين تلاتة وهندخل في الفراغ اللي بعده نعمل غرزة حشو واحد اثنين تلاتة واحد اثنين تلاتة كده وصلت انا الاخر اه تلات سلاسل واحد اثنين تلاتة وهنعملهم هنقفلهم بغرزة منزلجة مش بغرزة اه حشو ندخل هنا كده نعمل غرزة منزلجة كده بقى معينا تلاتةاشر فراغ ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتةاشر تمام؟ بعد كده هنلف الشغل بتاعنا وهنطلع من هنا بغرزة منزلجة من اول فراغ بيقابلنا هنا هنعمل غرزة منزلجة بعد كده هنرتفع سلسلة وهنشتغل في الفراغ ده خمسة عمود بلفة كده انا عملت خمسة عمود بلفة هرتفع سلسلة والفراغ اللي جاي هعمل فيه غرزة حشو ده بعد كده هرتفع سلسلة والفراغ اللي بعده برضه هعمل خمسة عمود بلفة فراغ اللي جاي هنعمل غرزة حشو كده انا عملت تلات آآ مجموعات بالشكل ده عايزين بقى نعمل آآ مكان اللي بندخل في القطعة اللول دي اللي هو ده هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ارتفعنا سبع سلاسل وفي نفس المكان هنا برضه هنعمل غرزة منزلجة تمام بالشكل ده بقت هي اهيه بعد كده هنجيب الخيط بالشكل ده وهندخل هنا جوه الدايرة اللي احنا عملناها دي وهنعمل هناخد فتلة ونطلع نعمل منزلجة وبعد كده هنجيبه من بره هنا ونعمل برضه غرزة منزلجة كده احنا عملنا اتنين منزلجة عشان نوصل الخيط هنا هنشتغل على الدايرة دي تسعة غرز حشو واحد اتنين تلاتة بقيت بالشكل ده كده في نفس المكان هنا هنعمل غرزة منزلجة بعد كده هنرتفع سلسلة وهنشتغل في اللي جاي ده على طول خمسة عمود بلفة واحد اتنين خمسة وهنرتفع سلسلة وهنجيب على الفراغ اللي بعد كده هنعمل غرزة حشو اتنين اكترا اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا